السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نتمنى تكونوا كاملين بين خير و الخير اليوم ان شاء الله من ضمن الحلويات الحصرية والجديدة ونشارك معكم حلوة جوش دي المكونات ما نزيد عليها ما غاد نقصوا يعني بيدون ببيض لا دقيق لا زيت لا سكار لا حتى شي حاجة غنحضروا ان شاء الله غير كوكو وشكلات كتجي حلوة لها راقية وزوينة كتجي غزالة بزاف اكيد غتعجبكم ان شاء الله خصوصا المحيبين من الشوكولات لما زيتنا نطول عليكم نرى المكونات وطريقة تحضيرها فرجة ممتعة اول حاجة عندي هنا كيلو ديال الكوكو الكوكو الرقيق ممشي الغلاث ندلوه في الفران في واحد اللاطة ونشعله العافية من فوق مره مره نحركوها بصفاتيو حتى يتحمر مزيان حاولو تحمروه مزيان ما تخليوهش خضر غير ما تفوتوش فيه بزاف تحمى باش ما تحرقش لكم انا لمشا تحرق يعطيكم المرورة مع الشوكولات صافينا بعد ما تحمى ديال الكوكو كي يجي على هات الشكل كيف ما كنتشوفو صافي غنخلي على جانب وغندوز للشوكولات عندي تقريبا كيلو ديال الشوكولات بالنسبة للقياس يعني كيلو ديال الكوكو ومع كيلو ديال الشوكولات يعني باكية باكية كبيرة كنا اخذ النات نجرة وكنا اخذ الشوكولات اللي عندي كامل قادي نقطعه باش يدوبليه بسرعة بالنسبة هنا للشوكولات كي بقى لكم تومها لها حسب الرغبة ديالكم واشكالي التي تكون غالية ولا ارخيصة كي بقى لكم تومها لها حسب الرغبة ديالكم صافي كان ديال تنجرة بفوق عافية وتحتمناك واحد المقلاء فيها الماء يعني عنده وبوف حمام مائي كيما كان ندوبو دائما الشوكولات بالنسبة للشوكولات لكان كي يحتاج زيت فقد يضيفه ما كانش كي يحتاج ما غاداش تضيفو الزيت صافي هنا يعني بعد ما دوبو بالشوكولات كيف ما كنتشوفو كي يجعلها تشكل يعني خاز كون الدوبوه مزيان مزيان ما يبقىوش فيقه عطريفات ديالشوكولات محت الشوكولات سخون كناخذ الكوكو اللي حمرنا من قبل كيف ما كنتشوفو كي يجعلها تشكل يعني كنفرق لحبة ديالكوكو كتزول بسهولة يعني كيكون تحمل مزيان كنفرغو كامل في الشكلات الشكلات كيكون سخون والكوكو كيكون بارد يعني الكيميا كاملة دي الكوكو كيلو غانفرغها فوق من الشكلات سوف يكون نحرك مزيان حتى تخلط لي الكوكو بالشكلات يعني كل حبة دي الكوكو كتلبس بالشكلات يعني أصرع حلوة ممكن أنكم تحضروا وكتجي راقية وساهلة وكتجي بنية بحيث الحلوة هادي سوف يحركو هاكها مزيان ونخليها شوية كيشد شوية راسه باش مبقاش عندي شكلات سائل بزاف وندس باش غادي نشكله من اللي كيرتاح لي الشكلات كيبقاش هاك سائل بزاف بزاف كندس باش غادي نشكل الحلوة ديالي كناخد اول حاجة واحد بلاتو كنديله واحد بلاتيك وكناخد هاد المغلقة خاصة بالقلاس واخدو مع القاعدية كيبقا لكم ثو مع الاختياط كناخدها كواحد الكيمية من الخارط اللي عندي كنوضعو فوق من البلاستيك يعني طريقة ليه سهلة وبسيطة ما غا تحتاجو فادي الحلوة لا طابع لحتاشي حاجة كنحطو بحركة وكنننفرقوهم يعني كان نباعدوهم باش ما كيتلاسقوش وكنخليهم حتى كي يجمدو كنتو زربان على الحلوة بغتوها تتحضر لكم بسرعة فادخلو هاد المغلقة للفلاجة وادخلوهم حتى ايش الدراسو وتزولوهم فلاجة وتجمعو الحلوة ديكم في واحد البواطة بالنسبة لك انتو باغين تدلوها في الكويرتات هاد الحلوة ممكن توضعوها في كويرتات تاخدو كويرتات الصغار ديال الحلوة وتعمروهم وتحطوهم تيجمدو شد راسو وتقدموهم ولكن استيرف هاد الحلوة هي هاد طريقة هادي كتدي يزوينه وكتدي في الشكل ديالها غزالة بزاف مهمتو ما كيبقى لكم الاختيار لابغتو ميجوكم هاكا صغير ورن ديروهم في كويرتات ديال الحلوة سافي هنا ايام بعد ما عمرت البلاتو اللول كيف ما كتشوفو كيجيو على هاد الشكل سافي غنخلي علاجنا بشد راسو ويجمد ولا دخلو للثلاجة وكان اخذ البلاتو الثاني وكان ديال اللي تهوة البلاستيك يعني كان نفضل انا كوم ديرو البلاستيك باش كيجيكم سهل انا كوم تزولوها بعد ما كتجمد كيف ما كتشوفو هنا اياه شاركت معاكم بالمعلقة يعني انا ما كنتش عندكم المعلقة الخاصة بالقلاصة ممكن توضعو بالمعلقة سافي غنصامرها بها الطريقة هادي احتى غنكمل كيميا كاملة اللي عندي ديال الخليط ديال الشكلاتو والكاوكاو وبالنسبة للحجم ديال اللي حلوة را كتتحكمو فيه انتو ما لو بيتها تجيكم كبيرة بزاف غادي تكترو تقايب ديال واحد ديال واحد ديال واحد ديال معاها لقاكا عامري مزيان بغيتو ما كتتحكمو في القياس اللي بغيتو يعني عينكم ميزانكم يعني انا كيف ما كتشوفو كان ديال تقايب ديال واحد ديال معاقا حتى المعلقة ونص ديال الخليط اللي كنضيف الوحدة وبالنسبة للكيلو ديال الكاوكاو ومعا كيلو ديال الشكلات را كحت كيميا اللي هي كتيرا سيوالا كبرتو الحلوات اما لاتو ما كاف واحد الحاجم اللي هو ما كبير ما صغير را كتحت كيميا ريال كتيرا كتيرا بزاف سوفينا بعد ما كمت الكيميا كاملة اللي عندي ديال الحلوة ديال الكاوكاو والشكلات سوفينا كيف ما كتشوفو كتجعل لها تشكل غادي نزوله من هذا البلاستيك وندلون في طبس هات تقديم باش نشاركو معاكم يعني طريقة كيف اشكل نزولها را طريقة سهلة لان البلاستيك كيساعدنا نزولو الشكلات وهذا هو الشكل نهائي اللي حلوة دي اليوم كيف ما كتشوفوا كتجي لها تشكل كتجي بشكل اللي هو راقي وسهل في تحضير دياله كيف ما كتشفتم معايا حلوة بجود دي المكونات فقط محتاجين لطقيق لبيض لزيد لسكر لفرن لحت شي حاجة حلوة سريعة في تحضير ديالها تمنى ان شاء الله انكم تجربوها وتنالي اعجاب ديالكم لانا كتجي بنينة كتجي غزالة كيف ما كتشوفوا بعدما كتحتك في الطبصة عليكم حب الاستطلاع انكم تاخدوها وتضوقوها فيما شفتوها لانها باش كتكون عندي وككون حطها في الطبصة اللي شافة عندي كيبغي اخد منها باش يكتشف شنو فيها ويرغي بجود ديال المكونات وكتجي بنينة بنينة بزاف اتمنى ان شاء الله الفيديو ديالي اليوم يكون الاعجاب ديالكم تخليوا لي البصيمة ديالكم اللي مزا ما شاكش في القناة تشارك وتفعل جراس باش دائما توصل بالجديد وهكا غد نكون كمت معكم هذا الفيديو الى الفيديو ما جي ان شاء الله مع السلامة وخليت لكم الراحة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة